بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي أنا النهاردة في المراجعة الشاملة لمنهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي فصل دراسي أول الحقيقة احنا تناولنا مجموعة من المراجعات وإن شاء الله اليوم آخر هذه المراجعات وإن شاء الله امتحاننا بكرة ما نخافش خالص لو انت امتبعنا من أول السنة وامتبعنا من خلال الأربع حلقات المراجعة إن شاء الله تخش وتجيب الدرجة النهائية أنت طبعا هتخش بكرة في الامتحان الإلكتروني أو لو ما ساعدكش الحظ وكان ليك امتحان ورأي نفس الأسئلة والمسائلة هتكون معاك وإن شاء الله نشوف إحنا إزاي نتعامل مع هذه الأسئلة الحقيقة إحنا نبارح انتهينا مع مسألة فيها فكرة عالية اللي هي بتقول في الشكل المقابل منشور بهذا الشكل والمنشور ده قائم الزاوية وفي عندي ثلاث أشعة داخلية هنا المنشور قائم الزاوية دية خمسة واربعين ودية خمسة واربعين وده ضوء أحمر وده ضوء أصفر وده ضوء أزرق الضوء الأصفر خارج مماس خلي بالك خارج مماس ده معنى إيه؟ إن زاوة السقوط بتاعته بتساوي الزاوة الحارجة المنشور ساقط عمودي يبقى الزاوة دي تسعين والزاوة دي خمسة واربعين يبقى الزاوة دي كام؟ خمسة واربعين يبقى زاوة السقوط كام؟ خمسة واربعين يبقى الفاي سي للون الأصفر بتساوي خمسة واربعين درجة استنتجتها منين يا أستاذ؟ لأن الشوعة الضوئي خارج مماس وبالتالي تبقى الفاي سي بتساوي زاوية السقوط التانية أو زاوية السقوط تمام؟ حلو هنا عند الأحمر الشعاع الأحمر ده هل يا ترى هيخرج مماس؟ ولا هينعكس؟ ولا هينكسر؟ ولا إيه اللي هيحصل؟ نفس الشيء الشعاع الأزرق ده هيحصله إيه؟ هو نص السؤال وجدنا على موقع البرنامج بيقول لك الشكل المقابل يوضح منشور بهذا الشكل وسقطت سلاس أشعة أحمر وأصفر وأزرق وده اللي احنا انتهنا به في الحلقة الماضية والشعاع الأصفر خارج مماسه احنا عاوزين نعرف بقى الشعاع الأحمر ده هل يا ترى هيخرج مماس؟ ولا هينكسر؟ ولا هيحصل إيه؟ تعالى أفكرك بالشكل ده لو احنا عندنا ده مثلا مية أو زجاج تمام؟ وهنا هوا زي المسألة دي بالظبط وعندي شعاع ضوئي أنا عندي مصدر الضوء هو الشعاع الضوء ساقط بزاوية معينة الزاوية دي تلا تساوي الزاوية الحرجة إيه اللي هيحصل؟ الشعاع ينعكس ينكسر طيب لو كانت زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة يبقى الشعاع هينكسر مبتعدا عن العمود المقابل طيب لو كان الشعاع الضوء ساقط بزاوية سقوط تساوي الزاوية الحرجة الشعاع هيخرج مماس طيب لو الضوء ساقط بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة هيحصل إيه؟ هينعكس إنعكاسا كليا بحيث تبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الإنعكاس زا سيم هنا أنا عندي اللون الأحمر وعندي اللون الأزرق انت عارف إن الصين فاي سي بتساوي واحد على إن الأحمر ده أكبر طول موجي تمام؟ الأزرق أقل منه في الطول الموجي جميل الأحمر أقل معامل انكسار الأزرق أكبر منه بشوية يبقى أكبر منه في معامل الانكسار أقل معامل انكسار يبقى أكبر زاوية حرجة يبقى ده أقل منه في الزاوية الحرجة يبقى اللون الأحمر الزاوية الحرجة بتاعته مش خمسة واربعين أكبر من خمسة واربعين وهنا زاوية السقوط كان خمسة واربعين تمام؟ يبقى الشوعة الضوية يحصل له يا شباب هينكسر مبتعدا عن العمود المقام ليه؟ لأنه ساقط بزاوية سقوط أقل من الزاوية الحرجة يبقى الزاوية الحرجة الأصفر يا المحك أو المعيار خمسة واربعين يبقى زاوية الأحمر أكبر من خمسة واربعين يبقى زاوية الأزرق أقل من خمسة واربعين يبقى زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة يبقى الشوعة الضوئي حينعكس إنعكاسا كليا داخل المنشور يبقى الأحمر حينكسر مبتعدا عن العمود المقام لأن زاوية السقوط بتاعته خمسة واربعين والخمسة واربعين دي يا شباب أكبر واللي أقل من الزاوية الحرجة زاوية السقوط هنا أقل من الزاوية الحرجة لانه الاحمر وبالتالي هنكسر مبتعدا. لكن الازرق زوت السقوط اكبر من الزوء الحارجة. يبقى الشراء الضوء هنعكس انعكاسا كليا داخل المنشور. والعلاقة اللي انا استنتجت منها الحل هي. بدون ارقام وبدون اي حاجة. وفكرتك بالقعدة الاسية. طيب جميل. لو وهنا زوت السقوط. وقال لك القيمة دهه ب37. والقيمة دي كانت بتسعة واربعين تقريبا. قال لك الشكل المقابل ده يوضح العلاقة بين زوت الانحراف وزوت السقوط لمنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. تمام? والمنشور ده متساوي الاضلاع. ده معناه ان زوية رأسه بتساوي كام? ستين درجة. قويس. قال لك ايه بقى الراجل ده? قال لك اوجد قيمة النهاية الصغرى للانحراف. هيجيبها لك علاية اختيارات. يقول لك الشكل المقابل تاني. اكتب رأس السؤال. يوضح العلاقة بين زوت الانحراف. وزوت السقوط لمنشور متساوي الاضلاع في وضع النهاية الصغرى للانحراف. تمام? فان قيمة النهاية الصغرى للانحراف تساوي سبعة واربعين ولا تسعة واربعين ولا سبعة وخمسين ولا لا توجد اجابة. الاجابة طبعا كام? في حاجة من دول? لا. الاختيار الصح لازم يكون عندك كام? سبعة وثلاثين. يبقى الاجابة سبعة واربعين ولا تسعة واربعين ولا سبعة وخمسين ولا توجد اجابة? لا توجد اجابة. ليه? ان قيمة النهاية الصغرى للانحراف هتساوي كام? سبعة وثلاثين. جميل. طيب. فان قيمة زوية الخروج هتساوي خمسين ولا ستين ولا سبعة وثلاثين ولا تسعة واربعين. طبعا الاختيار هيساوي كام? تسعة واربعين. ليه تسعة واربعين? لان زوية السقوط بتساوي زوية الخروج بتساوي فاي نوت. وديت قيمة فاي نوت. يبقى زوية السقوط تبقى كام? تسعة واربعين. وزوية الخروج ايضا تسعة واربعين. اللي هي بتساوي زوية السقوط في وضع النهاية الصغرى للانحراف. جميل? طب قال لك فان معامل انكسار مادة المنشور يساوي واحد وتلاتة ولا واحد ونص ولا جزر اتنين ولا جزر تلاتة. طبعا هتحسبها انت من العلاقة دي. الان بتساوي صين الفا نوت زائد ايه على اتنين. على صين ايه على اتنين. وتقدر تجيب قيمة معامل انكسار المطلق لمادة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. تمام? قويس قوي. طب انا عاوز افكرك بفكرة جميلة. لما يكون عندك منشور رقيق وانت عاوز تجيب النهاية الصغرى للانحراف. الايه بتساوي? انه ناقص واحد. ده لو المنشور فين? في الهواء. يبقى هنا معامل لانكسار المطلق. طيب. لو المنشور في سائل ما? ايه اللي هيحصل? خلي بالك بقى. ادي اناء زجاجي. والاناء ده وجدنا بداخله منشور من الزجاج. وانا عندي السائل اهو. جميل? الضوء ساقط من السائل على الزجاج. تمام? حينكسر. وهيخرج من ناحية تانية. تمام? هنا حينتقل من السائل اللي معامل انكساره ان واحد. حيروح للزجاج اللي معامل انكساره ان اتنين. يبقى هنا ان واحد وهنا ان اتنين. جميلة يا شباب. يبقى معامل الانكسار النسبي. مش يبقى معامل انكسار مطلق. لانه دوء هينتقل من السائل للزجاج. يبقى من الوسط الاول للوسط التاني. يبقى معامل الانكسار النسبي من الاول الى التاني. هيساوي ان اتنين على ان واحد. وما نسمى. فان قيمة النهاية الصغرى للانحراف عند اذن. هتساوي ايه? افتح قوس ان ناقص واحد. الان هنا يا شباب. نسميها ان ايه? ان نسبي. يعني هتساوي ايه? ها? ان اتنين على ان واحد. ناقص واحد. ان اتنين هنا بتاعت مين? بتاعة المنشور. وان واحد بتاعت مين? السائل. تمام? خلي بالك. انا قلت الفكرة دي ليه? لانها من الافكار اللي بتلغبط ابناء الطلبة. وفي نفس الوقت في سؤال جاي لنا على موقع البرنامج. بالنص. بيقول السؤال ده. اكتب معايا. هو سؤال جميل جدا. وفي فكرة حلوة. اهو. بيقول لك منشور رقيق من الزجاج. معامل انكسار مادته بواحد ونص. يبقى المنشور بواحد ونص. جميل. غمر في ماء معامل انكساره لوسائل واحد وتلاتة وتلاتة. تمام. فانحرفت الاشعة الساقطة عليه بزاوية قدرها واحد واربعة من مية. يبقى النهاية الصغرى الانحرف دي بكام? بواحد واربعة من مية. هتساوي. معامل الانكسار النسبي اعوض. هيبقى من هنا يا شباب. هو رايح. من الزجاج الى الماء. يبقى ان زجاج على ان ماء. الزجاج بواحد ونص. والماء واحد وتلاتة وتلاتين. وهو عاوز يحسب قيمة زاوية رأس المنشور. هتلاقي لو انت حسبتها بالقالة الجميلة. هتطلع قيمة زاوية رأس المنشور. الايه هتساوي كام? تمانية درجة. تمام? تمام. واحنا معانا اتصال تليفوني. هناخده ونكمل الاسئلة مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام. اه مسأل بعد اذنك. الحسن اللي فاتت فيها لاتصل وجل سؤال. بس مش عارف حسبك جواب طريق كده. يعني. ممكن اقوله. اتفضالي. انت مين بعرفية بنفسك الاول. انا اسراء من اسيوت. اسراء من اسيوت. فضالي. اه هو جل ان زمن وصول اه زمن وصول البندول ده نصف ساعة الاهتزازة بتسوي اه مية اه مية سانية. كم? مية سانية. تمام. اه عايز التردد. تمام. مش هو هنضرب المية في تلاتة في اربعة. تمام. هو هو اه ساعاتها تقريبا كان نصف مش واضح. مش عارف كان اسم احمد هو اللي مش فاكر يعني. اه. ما علينا. وانا قلت له علاقة اللي هي بتقول ان زمن. الزمن الدوري. معي اسراء كده. ايه. خليك اماني الاول. ايه. الزمن الدوري بيساوي ايه? اربعة زمن الساعة. صح يا مساء. صح? يبقى زمن الساعة اسراء بيساوي. ايه. ربع الزمن الدوري. ايه. تمام. انت عندك البندول البسيط. ايه. تعالوا كده الراجع مع بعض البندول البسيط. عشان خاطر اسراء وزمان. البندول هو هي اسراء. ده موضة السكونة والاستقرار. صح? ام. وهنا اقصى ازاحة. جميل? اقصى ازاحة للبندول والتكن. اللي هي ايه مسلا? هتساوي خمسة سنتر. تمام? تمام. البندول هياخد زمن كام? وليكن زمن الساعة يا اسراء بواحد من عشرة ثانية. ام. معايا? ام. طيب. هنا البندول وصل لاقصى ازاحة. هو كان بيقول انه وصل لنصف لنصف الساعة. تمام يبقى نصف يبقى ده على اتنين. يبقى المقدار ده على اتنين. يعني الرقم ده اسراء اقسمه على اتنين. مش هو يا مسر زمن زمن وصول لنصف الازاحة للاقصى ازاحة لنصف ساعة 올 ق berries. يا اسراء يا اسراء. ايه هو الزمن الدوري؟ زمن الدوري اقصى والزمن وصول لبندول الاقصى ازاحة الاقصى لا. لا. ازمن الدور ياسراء هو زمن اربعة ساعة. ايوه. تمام؟ يبقى زمن الساعة ربع الزمن الدوري. هو قالك نصف زمن الساعة. مم. يعني الرقم ده هو اللي هو واحد من عشرة يبقى لتنين. تمام. انت معي? اي. طيب. خليك معي يا سراء. انت كده فيم تنقصه ده? ايبا. وسط المعلومة ليكي? مم. طب خليك بقى معي عشان خلص الفكرة دي كويس مع بعض. تمام. هنا البندول وصل لأكس ازاحة. هتبقى السرعة بكما يا سراء. اكس ازاحة? مم. تبقى صفر. برافو عليكي. يبقى السرعة بتاعة حركة البندول بسفر. يبقى طاقت. حركته بكما اسراء? بسفر. اي. يبقى طاقت وضعه كام? اي اقصى اقصى اي. نهاية عزمة. برافو عليكي. نهاية عزمة. يعني اسمها البي اي ماكس. مم. جميل? لما البندول بقى يرجع تاني عند موضع السكون او الاستقرار. ده اسمه موضع السكون. او موضع الاستقرار. او موضع الاتزان الاصلي. دي الكلمة الجديدة اللي موجودة في كتاب المدرسة طبقت الفين وعشرين. اسمه هي اسراء? موضع الاتزان الاصلي. اه مم تمام. موضع الاتزان الاصلي هتبقى السرعة بكام? لقيمة عزمة. برافو عليكي. يبقى اسمها الفي ماكس. مم. يبقى طاقة الحركة كي اي ماكس. ايو. تمام? طاقة الوضع بكام? بصفر. عشان كده بقى نكتب السؤال ده كلنا. ها? متى تصبح? نكتب يا اسراء. تمام. متى تصبح? سرعة جسم مهتز. سفرا وماتى تصبح نهاية عزمة. البندول احد المصادر المهتزة. تمام. يعني اللي هيسير على البندول هيسير على جميع المصادر المهتزة. زي الشكر رامل الاسراء وزي الكماء للاخيره. تمام? تمام. فيهمت كده? مم. تمام. انت بتتبقينا من اول حلقة? اه يا بسك. تمام. طب في كده مسألة برضو جاي لنا من زميلك? تحليها معنا ولا تسمعينا افضل? لا احلها معك تمام. طيب. المسألة بتقولي يا اسراء. تكتبه بس معاشا تستفيدي. بيقولي بقى ها. منشوران رقيقان. اهي هجبالك بالنص. عشان برضو بنا بخسش حق حد حق من ابناء الطلبة. تمام? وممكن يا اسراء اسمعينا عن طريق ايه التلفزيون افضل يعني. عشان برضو ما نكلفكيش يعني. ماشي? اتفضل. احلها معك. عاوزت حلي? اه. طيب ماشي. منشوران رقيقان. بكتكتبه معايا? طيب بص يا اسراء خليك يبقى اسمعينا عن طريق ايه التلفزيون افضل يعني. ماشي? ولو عندك حاجة تانية كلمين. ماشي اسراء? ماشي بالسلام. بيقول لي منشوران رقيقان احدهما من الزجاج التاجي. يبقى هنا زجاج تاجي. وهنا زجاج صخري. احدهما من الزجاج التاجي زوت رأسه. ايه? بتساوي ستة وخمسة وعشرين من مية. ومعامل انكسار. ومعامل انكسار متوسط له. يعني الان واي بتساوي كام واحد ونص. جميل. وقوة التفريك اللوني له اللي هي الامجا الفة بتساوي او بوينت او اتنين اربعة. بيقول لي ايه بقى? احسب معامل الانكسار المتوسط لكي او بوينت او اتنين اربعة. بيقول لي ايه بقى? احسب معامل الانكسار المتوسط لكي يتساوي الانفراج الزاوي. يعني عاوز قيمة معامل الانكسار المتوسط للزجاج الصخري. ده هيساوي كام? حتى يتساوي الانفراج الزاوي للمنشورين. مسألة في منتهى الجمال. انا بشكر اسراء اللي بعتها لنا. اسراء احمد. تمام? بس مش وبيح ليامنين. جميل. حتى يتساوي الانفراج الزاوي. انا عاوزك تبدأ من حيث انتهى السؤال. لو انت فاكر ان قوة التفريك اللوني بتساوي ايه? خلينا كده على جنب هوق نذكرك بالقوانين كده في ثانية. الامجا الفة بتساوي الانفراج الزاوي اللي هو الفة مود بي بي نقص الفة مود ار على الفة مود وي. الانفراج الزاوي على الانحراف المتوسط. جميل. يبقى الانفراج الزاوي اللي هو الفة مود بي نقص الفة مود ار. هتساوي اوميجا الفة في الفة مود وي. ادي الاناتج. طيب الالفة مود وي دي بتساوي ايه? يبقى الامجا الفة هتساوي ايه? ان وي ناقص واحد. ده الانفراج الزاوي لأي منشور. هيساوي قوة للتفريك اللوني في زاوة رأس المنشور. افتح قوص نواي ناقص واحد. جميل. هنا بيقول لك منشوران احدهما من الزجاج التاجي والاخر من الزجاج الصخري. الزجاج التاجي زاوي المنشور اللي بن الزجاج التاجي زاوي ترأسه ستة وخمسة عشرين ومية. التاني كان بعشرة. ام. معامل الانكسار المتوسط له واحد ونص. كور التفريك اللوني قو بينت او اربعة تمانية. هنا كور التفريك اللوني او بينت او اتنين اربعة. هو عاوز يحسب قيمة معامل الانكسار المتوسط حتى يتساوى الانفراج الزاوي يبقى الفا نود بي ناقص الفا نود ار بل مين يا شباب للزجاج الصخري لازم تساوي الفا نود بي ناقص الفا نود ار للزجاج الصخري يبقى ده قيمة الانفراج الزاوي للمنشور المصنع من الزجاج الصخري وده الانفراج الزاوي للمنشور المصنع من الزجاج التاجي قولنا الانفراج الزاوي بيساوي ايه اوميجا الفا ايه ان واي ماقص واحد هتساوي اوميجا الفا ايه ان واي ماقص واحد الزجاج التاجي كل القيم معلومة قول التفريق اللوني او بوينت او اربعة تمانية تمام زود الرأس بكام بستة وربعة جميل افتح قوس الان واي بواحد ونص ناقص واحد هنا قوة التفريق اللوني بوينت او اتنين اربعة زود الرأس بعشرة يبقى المجهول مين عندنا يا شباب اللي هو الان واي الان واي ده مجهول ناقص واحد هتضرب الرقم ده كله في بعض اللي هو او بوينت او اكتبها لك تاني اهي عشان باس تبقى اوضح الارقام تاني اهي او بوينت او اتنين اربعة في عشرة افتح قوس ان واي دي المجهولة ناقص واحد هتساوي او بوينت او اربعة تمانية في ستة وربع افتح قوس الان واي بكام بواحد ونص ناقص واحد واحد ونص ناقص واحد هيبقى نص نص في الارقام دي كلها والرقم اللي يطلع معاك هتقسمه على الناتج اللي هنا والاخر تضف لواحد هتلاقي قيمة زاوي او قيمة معامل انكسار متوسط اللي هي الان واي دي هتساوي كام واحد وستمية خمسة وعشرين من الف ده قيمة معامل انكسار المطلق او المتوسط حتى يتساوي الانفراج الزاوي للمنشورين تمام برضو في مسألة موجودة اللي هي تتبع مصاري الاشعة ودي اخر مسألة هقولها في المنشور وخش على المواقع المتحركة بيقول لمنشور بهذا الشكل الزاوي دي كان بتسعين درجة تمام والزاوي دي كان بتلاتين والزاوي دي كان بستين وعندي شعاع ضوئي ساقط الشعاع الضوئي ساقط عمودي قال لك تتبع مصار الشعاع الضوئي تمام اذا علمت ان معامل الانكسار المطلق لمادة المنشور بتساوي كام واحد ونص طيب معانا تليفون وحنستكمل المسألة مع بعض الو الو السلام عليك يا مصر ازاك يا امنية الحمد لله ايه اخبارك يا امنية الحمد لله ايه بتتبعيني من اول حلقة اه عندك سؤال ولا عاودوا تشاركي معانا عندك سؤال فضل ازا كان الزمن المستغرق ايوة بتعوليد عشر موجات تمام يبقى عرض الموجات سوانيا امنية توليد عشر موجات سوانيا امنية قول يا امنية ازا كان الزمن المستغرق لتوليد عشر موجات هو يبقى عرض الموجات عشر والزمن خمسة من عشرة ثانية خمسة من عشرة ثانية وكانت المسافة ها بين قمة وقاع تالي المسافة بين قمة وقاع ها تالي تالي اه تمام لها تساوي اربعة ونص متر تمام يبقى اديه هنا باربعة ونص اه فان سوانيا اشراء سوانيا امنية معلش يبقى الدي هنا بتشير لقيمة ايه الدي من قمة وقاع متدين صح اه يبقى دي بتشير لقيمة نص الطول الموجي يبقى نص لاندا هيساوي كام اربعة ونص يبقى لاندا هيساوي كام تسعة مات اه تمام كميلي فاينة سورة انتشار الموجة بوحدة نظام قصة اي تساوي فاينة ايه فاينة سورة انتشار الموجة عاوز البي بنظام اي تمام لو نظام الدولي يعني اه تمام معايا امنية اه والسرعة بتساوي ايه امنية البي بتساوي لاندا لاندا في نيو حلم اللاندا احنا جبناها بكام اه تسعة والنيو بتساوي ان على تي اه صح اه يبقى تسعة فيه عرض الموجات بكام عشرة اه على نص على نص على نص اه يبقى عشرين في تسعة يبقى كام مية وتمانين اه يبقى مية وتمانين متر عالسلس اه تمام عندي حاجة تانية اه عندي سالتان طب تفضالي وي بس بسرعة بس ايش الوقت اذا كانت اه الطاقة التي تنقلها اه موجة ساعتها ستة متر ساعة الموجة اه الطاقة بستة متر لا ساعة الموجة كام ستة متر اه طب ممكن توضي بس التلفزيون من عندك او من هي عشان بس فيه حاجة كده مش ما خلالي سامع كويس خارج ها سرعة بس في الوقت اذا كانت الطاقة ام التي تنقلها موجة ساعتها ستة متر تمام هي اربعين جول الطاقة اربعين جول اه فان الطاقة التي تنقلها نفس الموجة عندما تصبح ساعتها ستة متر تمام بس السؤال ده مش عليك يا اسراء يا او من هي ما هو موجود نعم ما هو موجود الطاقة دي مش عندنا تمام ماشا الطاقة دي مش عندنا هم عندك حاجة تانية لا بس شكرا طيب ماشا او من هي طب خلي بالك بقى احنا عندنا قد منشور الف بهجيم الشواء الضوء ساقط عمودي يبقى هينفز على استقامته يبقى الزوى دي كده تسعين يبقى دي تسعين ودي ستين يبقى الزوى دي كام تلاتين العمود المقام بيعمل زوى قدرات تسعين دي تستين يبقى الزوى تسقوط كام ستين واقف واقف ليه لان انا عشان اعرف ان الشواء الضوء اذا ما قلنا من شوية هيخرج ولا هينعاكس ولا ايه الحكاية ولا يخرج مماس لازم يكون عارف الزوى الحارجة هنا مش مديني الزوى الحارجة لكن مديني معامل الانكسار بواحد ونص اقدر اجيب الزوى الحارجة يبقى الصايم فاي سي بتساوي واحد على ان يبقى على طول اجيب يبقى صايم فاي سي هتساوي واحد على واحد ونص يبقى اجيب الزوى ازاي شفت صايم لواحد على واحد ونص تطلع الفاي سي بتمانية واربعين درجة تقريبا يبقى الزوى الحارجة بتاعت هذا المنشور او زجاج مدت هذا المنشور بتساوي تمانية واربعين درجة يبقى زوى السقوط اكبر من الزوية الحارجة يبقى الشعاع الضوئي حينعكس انعكاسا كليا داخل المنشور يبقى زوية السقوط 60 يبقى زوية الانعكاس كام 60 يبقى الزوية دي كام 30 والزوية دي كام 60 تمام؟ العمود المقام بيعمل زوية قدرها 90 الزوية دي كام 60 يبقى زوية السقوط 30 يبقى زوية السقوط اقل من الزوية الحارجة يبقى الشعاع الضوئي حينكسر مبتعدا عن العمود المقام عاوز يحسب قيمة زوية الخروج يعني هو هيسألك ازاي؟ هيقولك تتبع؟ ممكن يقولك تتبع لو فيه امتحان ورقي طب هنا هيقولك ايه؟ ها؟ يقولك من الشكل المقابي الذي يوضح منشور بهذا الشكل معامل انكسار مادته فان قيمة زوية خروج الشعاع تسوي كام ويديك مجموعة من الاختيارات طب انا عاوز اجيب قيمة زوية الخروج اجيبها ازاي؟ لو انت فاكر احنا قلنا لما يكون الضوء ساقط على المنشور يبقى بجيب معامل انكسار انا بفكرك اهو انه بتسوي صين في واحد على صين سيتا واحد جميل؟ طب لو تضوء خارج من المنشور يبقى حل بالعلاقة دي انه بتساوي صين سيتا اتنين على صين في اتنين جميل؟ الان بكام بواحد ونص صين سيتا اتنين دي اللي مجهولة زاوية السكوت بكام؟ ها؟ بتلاتين صين تلاتين بنص يبقى صين سيتا اتنين هتساوي واحد ونص في نص يعني تلاتة على اتنين في نص يعني تلاتة على اربعة تجيب الشفت صين تقدر تجيب قيمة زاوية خروج الشعاع الضوي جميل؟ طب قويس طب لو هو اديك بقى علاقة بين الزاوية وبين معاملات الانكسار بهذا الشكل ما فيش مشكلة وحنا كده اعتبر انتهينا من الوحدة الاولى بالشيء من التفصيل طب تعالوا مع بعض في عجالة نقول مجموعة من الافكار اللي موجودة معانا على هيئة اسئلة ومسائل وردت من ابناءنا الطلبة طيب قبل ما نخش في المواعي المتحركة تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي جاي لنا من زبايلنا ده ها هلو هلو ايوة السلام عليكم عليكم السلام ازاك بس الله حضركم الله يسلمك الحمد لله اه طبعا نسأله النفس بس مش اه ما عرفنيش بنفسك اه كريم صلاح ازاك كريم من اله كريم من الاليوبية فضل كريم يقول اذا علمت ان سائل ما تمام ياسري بداخل الانبوب طوله مئة سنطر يبقى طول الانبوب مئة سنطر حلو وكتره سبع سنطر سوال يبقى طول الانبوب تاني كم يا كريم مئة سنطر حلو يبقى المسافة اللي هيمشة هي ميت سنطر هم وكتره سبع سنطر الكتر بيسوي سبع سنطر بسرعة واحد من عشرة متر على الثانية بسرعة واحد من عشرة متر على الثانية واحد من عشرة متر على الثانية ها ثم تغيرت هذه السرعة ايوة عندما انتقل هذا السائل من هذا الانبوب ايوة الانبوب اخر واصبحت تلاتة من عشرة متر على الثانية السرعة اصبحت تلاتة من عشرة متر على الثانية تمام فما هو نصف قطر الأنبوب الجديد فما هو نصف قطر الأنبوب الجديد تمام عندك حاجة تانية لا شكرا طيب المسألة دي يا كريم معتمد اعتماد كلي على مين على معادلة الاستمرارية اسألك سؤال ليك والابناء الطلبة معادلة الاستمرارية دي تطبيق لقانون بقاء الطاقة ولا قانون سنل ولا قانون بقاء الكتلة تسامعنا يا كريم ولا خلاص عفلت معنا طيب معادلة الاستمرارية ممكن تجدك على هذه الاختيارات بتعتمد فكرتها على ايه قانون بقاء الكتلة ولا قانون بقاء الطاقة ولا قانون سنل ولا لاتوجد اجابة طبعا بتعتمد على قانون بقاء الكتلة معادلة الاستمرارية بتقول ايه واحد بي واحد هتساوي اي اتنين بي اتنين جميل هو طول الانبوب هنا يا كريم مش هيفرق بالنسبالي هنا المساحة بتاعة الانبوب هو قد لك قطره 7 سنتي ده معناه ان مساحة المقطع دائرية يبقى هنا هتساوي باي ار وان تربيع بي وان هتساوي ايه لان الانبوب ده زي ما يا كريم بيقول انتقل لانبوب تاني لما انتقل لانبوب تاني السرعة زارت لما السرعة بتزيد يبقى مساحة المقطع بتقل هنا المساحة هتساوي باي ار تربيع بي تو الباي هتروح مع الباي زي ما احنا عارفين وهنا القطر ب7 سنتي يبقى نصف القطر بكام يا كريم بتلاتة ونص يبقى تلاتة ونص في عشرة والسرعة باتنين وكل تربيع السرعة بكام بواحد من عشرة او بوينت واحد نصف القطر التاني هو اللي مجهول السرعة بكام السرعة بتلاتة من عشرة تمام؟ هتعمل يبقى الرقم ده هتطلعه بالآلة واللي يطلع تقسمه على ثلاتة من عشرة وتجيب الجزر تطلع معاك قيمة الار اتنين بالمتر ليش تطلع معاك بالسنتي ليه؟ لان انا حولت هنا من السنتي للمتر تمام؟ جميل طيب بيقول لي بقى برضو مسألة جميلة العلاقة بين معامل اللزوجة وقوة اللزوجة لسائل تمام؟ هتبقى ايه؟ لو رسمنا هنا إيتا بي إس وهنا إف هتبقى هيا ترى بالشكل ده إيتا بي إس ولا بالشكل ده ولا إيتا بي إس إف بالشكل ده ولا لاتوجد إجابة العلاقة بين معامل اللزوجة وقوة اللزوجة بهذا الشكل تمام؟ زي برضو بالزبط من الحاجات السابتة انا عندي العلاقة بين معامل اللزوجة إيتا بي إس ومساحة المقطع ايه؟ هتبقى برضو بهذا الشكل ليه؟ لان معامل اللزوجة يتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة ولا يتوقف على مساحة المقطع يبقى العلاقة بينهم خط مستقيم موازي لمحور السينات فبتعالوا نحل مع بعض بسرعة كده مسألة على قوة اللزوجة لو أنت فاكر قوة اللزوجة الـ F بتساوي إيتا بي إس بتساوي A V على D تمام؟ نص المسألة بيعتمد على المسألة بتعتمد على هذه العلاقة ولكن نص المسألة زي ما ورد على موقع البرنامج أنا هقوله بالنص أهو بيقول لك إيه طبقة من ساء اللازج طبقة من ساء اللازج سمكها بتمانية يبقى السمك بتمانية بتمانية إيه سانتي جميل موضوع بين لحين متوازيين أفقيين ومعامل اللزوجة اللي هو الإيتا V S بيساوي O بيين تمانية من عشرة كيلو جرام على متر في الثانية تمام؟ بلحسب القوة اللازمة لتحريك لوح رقيق مساحته الإيه بتساوي كام؟ O بيين تخمسة يعني خمسة من مية متر مربع يتحرك بسرعة قدرها اتنين من عشرة يبقى السرعة كام؟ اتنين متر على الثانية طيب وموازيا لللوح التاني ويبعد عنه عن أحدهما مسافة اتنين سانتي يبقى دي اللحين تمام؟ اهو بينهم طبقة سمكها ثمانية هو عاوز بقى القوة اللي بتبعد عن أحدهما اتنين يبقى هتبعد عن الأخر كام؟ ستة سنتي يبقى فكرة المسألة عشان الوقت بس يبقى الاف الكلية هتساوي اف واحد زائد اف اتنين اف واحد هتبعد اتنين سنتي اف اتنين يبقى هتبعد كام؟ ستة سنتي الاف واحد عبارة عن ايتا بي اس اي بي على دي اتنين يبقى لها تغير السمك هنا اتنين يبقى هنا كام؟ ستة لان سمك الطبقة على بعضها كام تمانية سنتي تمام؟ طيب تعالوا نشوف الاتصال التليفوني ده ونرجع تاني نكمل مع بعض المسألة الو الو ايوة السلام عليكم عليكم السلام اه طقم الاليوبية ازاك يا طقم؟ ويسا الحمد لله ايه اخبارك واخبار الاليوبية؟ كويس الحمد لله انا بحب بتقول الاليوبية على فكرة وده تريد اتصالي جين من الاليوبية واحنا كمان بنحبك او يا مستر الله يخليك تفضلها طقم عندك اسئلة؟ اه عندي سؤال بس طب ممكن بس نخلص المسألة دي عبعد عشان بس ما نخليش بس زميلنا يعني يطلخبطوا طيب ماشي حاضر تمام هنا بكام يا طقم؟ انت انت معانك تمانية من عشر ناشر تمام؟ المساحة بكام بنص المساحة بنص والسرعة باتنين ايوة البعد الاولين كام؟ اه تمانية لا السمك كله تمانية اه هو عاوز القوة اللازمة لتحريك بعد اتنين وبالتاني بقى ستة على طول معا يا طقم؟ ايوة معا تمام هنا البعد بالصمت يبقى اتنين في عشرة والسرعة باتنين جميل؟ معا يا طقم؟ اه مع حضرتك طب كميلي بقى انت زائد زائد باتنين من عشرة ايوة زائد الايه بساوي خمسة من عشرة ايوة اه والذي هنا باتنين ايوة على الزي الديب كم هنا؟ عايزينها؟ لا اه الزي هو السمك كله تمانية وبيقول ليه بقى؟ عاوز القوة اللازمة لتحريك اللوح اللي يبعد عن احدهما اتنين سانتي يبقى يبعد عن التالي كام؟ يبقى اربعة؟ لا ستة مهول بقى السمك كله كام يا طقم؟ تمانية تمانية طيب هنا يبعد عن احدهما اتنين يبقى يبعد عن الاخر كام؟ ستة ستة تمام؟ يبقى ستة فعشرة والسلم اتنين بتقال الحزبه نقدر نجيب قوة اللزوجة بالنيوتي تمام؟ ماشي تمام معايا كده يا طقم؟ اه مع حضرتك تمام اتفضلي بقول اسألك اه اذا كان معامل انكسار النسبي ايوا من الوسط اي الى الوسط بي النسبة من الوسط اي الى الوسط بي بيسوي كام؟ بيسوي واحد على جزر اتنين واحد على جزر اتنين فان زاوية السكوت ايوا فان زاوية السكوت في احدى الوسطين ايوا التي تجعل شعاع الضوئي ينفذ الى الوسط الاخر مماسا للسطح الفصل بين الوسطين تمام. تمام. ها. عندك حاجة تانية? لا شكرا. تمام. طيب. هنا العلاقة بين الزاوية الحارجة ومعامل الانكسار النسبي. نقول تانية يا توقا. العلاقة بين الزاوية الحارجة ومعامل الانكسار المطلق بيسوي كام واحد على ان. لكن هنا يا توقا معامل الانكسار نسبي. يبقى الصين فاي سي بتسوي ايه? ها. ان نسبي. اللي هو من الواسط الاول للواسط التاني. اللي هو بيسوي ايه يا توقا? بيسوي ان اقل على ان اكبر. هنا مديك قيمة معامل الانكسار النسبي. يبقى صين فاي سي معامل الانكسار النسبي واحد على جزر اتنين. تجيب الشفت صين لواحد على جزر اتنين. تطلع قيمة الزاوية الحارجة. اللي هي تقريبا كام? خمسة واربعين. تمام? ها. جميل. طيب. تعالوا نشوف برضو مجموعة من الاسئلة. والسؤال ده برضو جلنا على موقع البرنامج. هنا مديك علاقة بين السرعة وبين مساحة المقطع. افكرك بحاجة. الكيو في بتساوي اي في. الكيو في ده مقدار سابت. بحيس لو السرعة زالت للضعف. المساحة زالت للضعف. فان السرعة تقلل النصف. فيظل حاصل ضربهم مقدار سابت لا يتغير. لكن لو سبتت المساحة. يبقى لو السرعة زالت للضعف. يبقى معامل معدل الانسياب الحجمي يزداد للضعف. امتى? عند سبوت المساحة. لكن المساحة مستبتة يبقى السرعة تزيد المساحة تقل او العكس. او المساحة بتعبير اضاق تزيد يبقى السرعة اي تقل. ده معناه ان الاي تتناسب تناسبا عكسيا مع السرعة. فلو اديك علاقة بين السرعة وبين مساحة المقطع. السرعة بالمتر على الثانية والمساحة بالمتر مربع. وقلق القيمة دية واحد. القيمة دية نص. تمام? القيمة دية بنص. يبقى القيمة هنا واحسب قيمة اكس. من الشكل المقابل الذي يوضح العلاقة. بين سرعة سريان مائع ومساحة مقطع السريان. تمام? اوجد قيمة اكس. يبقى انت لازم يكون عندك مهارة الشكل البياني. هتجيبها ازاي? اهي. هتقول ان الاي وان في وان. هتساوي اي تو بي تو. المحور ده محور المساحة. المساحة الاولى بكام? بنص. السرعة الاولى بكام? بواحد. المساحة التانية اللي هي باكس. ديت اللي مجهولة. السرعة عندها بكام? بنص. تمام? يبقى تقدر تجيب قيمة الاكس. جميل? قويس. العلاقة بين سرعة الترسيب ونصف القطر. سرعة الترسيب البي بتتناسب تناسبا ترديا مع مربع نصف القطرة. جميل? قويس. يبقى كل ما نصف القطر بتاع القطرة بيزيد. يبقى السرعة بتزيد. يبقى العلاقة بين سرعة الترسيب ومربع نصف القطر القطرة لكطر قرة الدم. العلاقة بينها معلاقة ايه? طردية. طيب. ده لو احنا عندنا بقى سائل. عندنا ايه? سائل موجود في اناء. تمام? قادي السائل وعند قراتين مختلفتين في الحجم. والاتنين والاتنين يتحركان في سائل. هل ترى سرعة سقوط القرى الاولى اكبر? ولا سرعة سقوط القرى التانية اكبر? ها. يبقى دية القرى ايه? ودية القرى بي. جميل? القرى ايه? سرعتها اكبر ولا اقل? واحد يقول لي يا مستر هما الاتنين احنا درسنا في سنة اولى. الاتنين هتحركان بنفس العجلة. يبقى السرعة واحدة اقول لك لا. هناك سقوط حر. لكن هنا في سائل واستنتجنا الالاقة دية مع بعضها اثناء الشرح. ان الالاقة بين السرعة ومربع نصف كتر القطرة علاقة ترضية. الكرة دية الكرة دية اكبر حجم. الكرة دي اقل حجم. يبقى الكرة دية اكبر نصف كتر. الكرة دية اقل نصف كتر. يبقى دية اكبر سرعة. ودية اقل سرعة. والحقيقة. وقتكو الجميل بيخلص بسرعة. عاوز اقول لكم رصيحة خليك هادي مع الامتحان. الامتحان ان شاء الله سهل. وبسيط. وفي متناول جميع ابناءنا الطلبة. واحنا كلنا علمي. يعني ان شاء الله هنخش ونحل. نستعين بالله اولا. ونخش نحل كده بهداية وبترتيب. وان شاء الله هنجيب كلنا الدرجة الهية. انا بشكركم الحقيقة في نهاية الترمي الاول اللي متبعتكم معنا. وبشكر جميع الزملاء اللي بيشاركونا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي. وبيبعتونا جميع طلبات ابناء الطلبة على مستوى الجمهورية. واخص بالذكر. الاستاذ بهاق جلال. والاستاذ سمير عشور. والاستاذ احمد رياض. دايما بيتعاونوا معانا. فلازم ندلهم حقهم. وكل سرهم طيبين. وان شاء الله نلقاكم على خير الترمي القادم. مع اطيب الامنيات. وارق الدعوات. بالتوفيق والتفوق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة